نشد محافظ شبوى عوض بن الوزير العولقي أبناء شبوى إيقاف نزيف الدم وتفويت الفرصة على المتربصيين بشبوى وأمنها والسقرارها ونمائها وإيقاف التصعيد والاقتتال ونشد ابن الوزير أبناء شبوى بالنائب أنفسهم من استغلال هذه الظروف لتحقيق مكاسب ضيقة إرضاء لنزوات أمراء الفتنة على حساب شبوى وأكد المحافظ بأنه يجب على الفرقاء لامتثال توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وما صدر من اللجنة الأمنية ومقترحات المحافظ دون انتقاء أو تجزئة التي تشمل كافة الأطراف مشيرا إلى أن التزام الطرف اللواء الثاني دفاع شبوى بنفاذها وعلى نسى أداده للتوجيهات كمخرج آمن لإنهاء أسباب ومظاهر وتداعية التمرد المسلح في العاصمة عتق بغية استيعاب الجميع في إطار الدولة ومؤسستها العسكرية والأمنية والمدنية وتحت شعار كلنا أبناء شبوى